موسيقى 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 الغفراني اللي كان يقف خلف تظمير هذا الشعار يا سلام المركز الخامس متابعينا جراح يصل مبارك محمد بن مبارك المهندي هذا هو نداءنا هذا هو نداءنا يعني أسماء في العام الماضي وفي السنوات الماضية التاريخية كانت في أشوات السودانيات على سبيل المثال للحصر مظلومة والعمل بسعادة الشيخ حمد بن جاسب بن بيل صلاتاني وانجاله الكرام وأيضاً بالشعار الغرفاوي اللي افتقدنا في هذه الأشواء وتمنى عودته السريعة أيضاً معزل زيسالة بن جبران صالة وجال والبرق أيضاً لجرال الله بن محمد بن عقيل وحوران لهذا الشعار شعار عديم وغيرها من الشعارات المعروفة التي حفظها للجماهير أحبوها الجماهير وأيضاً كانت لها جماهيرية في هذا السن عموماً وعلى كل حال عموماً وعلى كل حال إذن ثلاثة جمول انتقل في الانتاج معزز لسالم بن جبران وأيضاً حوران اللي انتقل إلى عزمة أم الزبار إلى عزمة سيدي سمواني للبلاد المبدة والبرق المتواجد أيضاً في عزمة بن عقيل ونتمنى أن نرى عيالها وأولادها في الميادين سنتظر من بطل أو سنتعرف أيضاً اليوم على حد منوك الانتاج الفارس مازال على مقدمة الشهور لباد بن سيف محمد البسعيد الخيارين وشد الحيل يا المحترب الشوت هذا صعب المركز الثاني يصل مهيض زيد بن أحمد بن زيد الشريف محمد بن أحمد المطري في التضمير المطري في التضمير المركز الثالث اللي يصل من الجانب الآخر سيار مبارك بن راشد بن محمد آل غريليك المركز الرابع العديم العديم يصل لسعادة شيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني على المركز الرابع وأيضاً من المرشحين الأقوية لاختطافنا ومس الشوت وصاحب هذا الشوت في السباق الماضي في الماضي في الماضي في الماضي أيضاً هو حامل اللقب هو حامل اللقب هذا الشوت المركز الخامس اللي يتقدم يتدخل الفائز علي بن عبدالهدي بن بخيت آل بريدي هذه نتيجتنا أيها العزاء الكرام 1500 متر لا يزال يصل على مواجه السودانيات القعدان المتلاطمة سيوف يتحرك سيوف يتحرك سيوف بالشعار من غريليك مبارك بن راشد بن محمد آل غريليق على المركز الثالث يا سيوف المركز الثالث المركز الثالث مشاهدين الأعزاء يصل في هذه اللحظات مهيض زيد من أحمد الشريف المركز الرابع عديد عديد والرمادي يتدخل بذقله بذقله وبوزنه وأيضا بحضوره القوي يا سلام الرمادي وأيضا له مشجعين ومرشحين الترشيحات حقيقة مشاهدين الأعزاء تنهال على كل الأسماء الموجودة ولكن الفارس ولكن الفارس الكيلومتر الأخير يا غانب الكيلومتر الأخير يا راعي سيّاف الكيلومتر الأخير يا راعي مهيض يا سلام والرمادي خطير والعديم خطير يا بوي انطلق الفارس انطلق الفارس وتحرك الرمادي تحرك الرمادي بشعار حوران وانطلق سيّاف سيّاف والرمادي الرمادي 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 المرشح الأقوى المرشح الأقوى ينطلق ولكن الفارس ولكن الفارس أهالي العوينة اليوم أهالي الخرسعة ولكن سيّاف سيّاف الرمادي سيّاف الرمادي سيّاف أو عديم عديم يرسلوا أبداً حامل اللقب يحتكر هذا الشوق في هذا الموسم يا سلام عديم 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 بعد الفوز في الشوق الماضي الشوف المفتوح هذا الشعار يعود و عاد سيّاف عاد سيّاف ولكن عديم ولكن عديم لساعدة شيخ عبدالله بن علي بن أحمد Lewdani والسلام يا عديم سلام سلام يا عديم سلام عادي من بداية الموسم وهو يحتكر هذا الشوق ما داقي الهزيمة ما داقي الهزيمة نوخوله يا المنتجين مرحوله يا المنتجين يا السلام من أقوى بنوك الانتاج يا السلام تهارينا تهارينا ونموس على هذا الفوز لسعادة الشيخ علي لسعادة الشيخ عبدالله بن علي بن أحمد على فوز عديم سياه في المركز الثاني مبارك بن راشد بن حمد الغرينيق المركز الثالث مهيض لزيد بن أحمد الشريف المركز الرابع الفارس رفات بن سيف ألبس عيد الخيارين المركز الخامس الرمادي لحمد بن راشد الجفالي هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء الخمسة المراكز المتقدمة الأولى والعديم يختطف نموس الشوط بالفعل كما توقع المرشحين ومخابة الترشيحات يا مالك عديم تهارينا لسعادة الشيخ عبدالله بن علي بن أحمد الثاني من يمتلك هذه النوعيات الممتازة من السودانيات هذا هو عديم يصل رضع المساقة الشوط في 9 دقائق 51 دانية و 88 جزء من الثانية 90 جزء من الثانية تهارينا ونموس لسعادة الشيخ عبدالله بن علي عبدالله بن علي بن أحمد الثاني المركز الثاني وصل فيه سياف 9 دقائق 52 دقائق 62 جزء من الثانية تهارينا يمالك سياف مبارك براشد من محمد الغريني المركز الثالث المركز الثالث كان الوصول به من قبل المركز الثالث ستقائق 55 ثانية 57 جزء من الثانية تهانينا والناموس للفائز بالمركز الثالث